اهلا بكم بلا شك السؤال اللي بيفرد نفسه بشكل مهم جدا ليه زادت السمنة في المراهقين في الشباب في بداية الشباب لانه انا شايف انه في حاجات كتيرة قوي مش عب فيهم هما بس عب في ال situation بتاع التصرفات كتير من اللي حواليهم مشاريع بتتعامل في كل حتة تمام انا مع المشاريع وبحب جدا التطوير اللي بيحصل تروح الساحة تلاقي مشاريع كبيرة بتتعامل فيه هنا في مصر فيه في كل مكان مشاريع بس فين الرياضة فين الرياضة في وسط المشاريع الكتيرة اللي معظمها اكل على فكرة يعني الاكل 80 او 70% من اي مجمع كده معمول الاكل محلات شغالة وفاست فود نزلة بالبرندات بتاعتها ايش سندوتشات ايش بيزا ايش مش عارف ايه وييجي محل يعني حتى محلات الكباب والكفتة اللي هو الاكل بتاعنا الشعب اللي بتحس انه هو يعني اكل بجد ده تلاقيه متواري خيبان كده مستخب كده هم اتنين تلاتة وبيقلوا الاكل السريع هو ده اللي موجود بيشوف الشباب ملموم هناك بيشوف الشباب ملموم هناك حلو بس ليه مش ملمومين في الساحة الشعبية ايه فين الساحة الشعبية اساسا انا زمان اكتباروح الساحة الشعبية وانا شاب صغير اروح العب سلة اروح العب كورة اروح العب اشيل شوية حديد اعمل اي حاجة اللي موجود العبه اللي متاح ليه يعمله وكان ببناش ندخل بتاعتنا منطقتنا كبرنا شوية وانتقلنا منطقة تانية بيتا روح النادي دلوقتي بينا ندور على النادي ده يعني النادي لما يحصل فيه اسلاح بينا مش بنعرف نلعب صلحوا الملعب ندور على ملعب فاضي بقى وندور على مين يلعب اساسا هم الاثناشر تلاتاشر انسان اللي بيلعبوا في منطقة فيها ملايين الناس المفروض تمارس الرياضة زادت السمنة المفروضة بقى المراقين عندهم سمنة بقى تلاقي الشباب وتلاقيهم بقى موسميين يعني يحافظوا على وزنه شوية قبل الجواز بعد الجواز الدنيا بتضرب اول ما يتجوز تلاقي بقى المقاومة راحت خالص هم الاثنين قاعدوا مع بعض مفيش خروج هم الاثنين بدل ما يخرجوا ويعملوا رياضة الاثنين مع بعض لا قاعدين بتفرجوا على تلفزيون وبياكلوا وكل اللي بيعزموا بيعزموا معاكل فتلاقي الاثنين الراجل والست وزنهم ذات ولذلك سمنة المراهقين شيء خطير تعالوا النهاردة نفهمه ونقرب منه مع ضيف العزيزة الذي يبدأ في حواره دائما وبيمتعني بهذا الاسلوب العلم الرشغ جدا السهل الممتنع في الشرح لكن كمان فيه تركات علمية بتتقال في منتهى الأهمية واحد من الميجاستارز لهذا العالم عالم جراحات سمنة في مصر الوطن العربي الأستاذ الدكتور كريم صبري أستاذ جراحات سمنة المفرطة والمناظير بكل الطب جامعة عن شمس والمدير لوحدة جراحات سمنة وزميل كلية الجراحين الملكية وعضو كلية الجراحين الأمريكية والحاصل الأعلى تصنيف جودة دولة في جراحات سمنة أهلا بك يا دكتور أهلا وسهلا إحنا بصدد كلمة سمنة الشباب إيه بقى؟ إيه تعرفها؟ إيه وقعها في الحياة؟ في البداية اسمح لي أن أحيا حضرتك وكل السيد المشاهدين وكل فرق العمل الحياة طبعا سمنة الشباب الصغير اللي هم يعني اللي هم خلاصين سنوعة عامة أو في السن الأصغر شوية أو اللي هم مقبلين على الجامعة أو في سن الجامعة يعني هم دول الشباب اللي هو يطلق عليه سن المراهقة أو سن الشباب الصغير يعني طبعا هو يمكن حضرتك أفضت فيه الأسباب التي تؤدي إلى السمنة المفرطة في السن المبكر والحياة طبعا لا تخفى عن الحياة الممكنة اللي احنا فيها مع إهمال شوية في الرياضة والحياة يمكن السن ده يمكن ظروف الحياة تغيرت شوية المغرات طبعا بالسوشال ميديا ويعني التطور الرهيب فيه يعني فيه الأجهزة اللي هي التليفونات يعني والآيبادز والحاجات اللي هي أشونا الأكل كله آه طبعا ما فيش مشوية ده حقيقة وبعدين فعلا شوبي يعني طبعا ده خات جزء كبير الحياة تغيرت فعلا يعني الحياة تغيرت فعلا بس برضو أنا مصمم دايما إن الواحد اللي عنده جينات للسمنة المفرطة هو أكتر قدرة إن جسمه يستوعب أقل كمية أكل ويخليه دايما على يعني استعداد إنه يزود وزنه بسهولة جدا فالأسر اللي هي بقى فيها وزن زيادة أطفالهم برضو أو الأطفال أو أولادهم عموما بيكون عندهم قدرة لزيادة الوزن أكتر من قراناهم يعني فبرضو أنا بكرر بقول إن السن صغير احنا مش عايزين نجليده تماما ولا عايزين نقول عليه إنه هو مهمل في الأكل أو إنه بيأكل بأكل زيادة احنا قلنا سببين السبب الأول إنه عنده جينات أصلا مورسة في معظم الناس يعني تؤهله لذلك النمرة التانية النمرة التانية برضو اللي عايز أقولها إنه طبيعة الحياة تغيرت يعني طبيعة الحياة تغيرت فعلا من مغريات في الأكل ومغريات في حاجة وما فيش وقت أصلا للرياضة يمكن دراسة بتشغله شوية عايز يخرج بقى في الوقت الفاضي بتاعه ففي مغريات كتير جدا حياة اختلفت شوية يعني فهمش عايزين نجليد الشاب صغير أو الولد الصغير اللي عنده زيادة في الوزن أو البنت الصغيرة هما معندوش زم السبب الثاني اللي كنت عايز برضو أقوله التالت بقى إنه الجسم بعد كسر الوزن المئة كيلو بيكون عنده هايبر انسوليني مكستيت أو زيادة مرضية في الإنسولين بش رح نكبع بالراحة الحيطة دي الحيطة دي مهمة الحيطة دي بتقول إنه في السن في الوزن الكبير هناك مناعة من الإنسولين توفر الإنسولين بصورة مرضية مما يؤدي إلى زيادة الشهية إلى الهاي كالوريك دايتس أو الأكل اللي فيه طاقة عالية هو يعني لو قلناها بطريقة تانية إنه إحنا لو الهايبر انسوليني مكستيت بتخلي الجسم اللي هو 80 كيلو ل70 كيلو ممكن تنزل الوزن بصورة أسهل من إن الوزن لو كان 90 ل70 أو 100 يبقى أصعب شوية من 80 و90 طب لو كسر المية بقى انت لو عايز تخس يعني يعني جسمك دا حاجة كده مش عايزك تخس كانوا زمان بيضربوه بيا مثلا يعني في بعض الكتب أنه أو يعني بالصورة العادية خالص أنت بتزقف حاجة عربية في مطلع يعني هو الجسم بيتغير طبيعته إلى طبيعة مضادة لينقاص الوزن بعد كسر المية كيلو عشان كده احنا عايزين أنصح كل الناس اللي عنده وزن حتى 5 كيلو حاول تنزله إنه ده أسهل انت لو 10 كيلو هيبقى أصعب طب 15 كيلو زيادة أصعب وعشرين أصعب وأصعب طب لو كسرت أكتر من كده أنت لأ يا وزارة الصحة العالمية قالت أن الوزن اللي كسر فوقه كده بقى خلاص أنت بحتاج عملية ما تضيع شوقت مش عارض نضيع وقتنا طول العمر في دايت غير مفيد يويو كيرفينج بتلاقي نفسك نزلت شوقت وزن رجع تاني وده كلام من نظام الصحة العالمية من سنة 1991 الكلام ده بدري قوي ومتاح لكل الناس قالت الناس اللي هي وزنها زاد عن طولها بمقدار كتلة يعني بس مش وزن يعني الوزن الوربان يكون أقل من 35 مش 35 كيلو وعندهم أي مشاكل من السمنة المفرطة يجب عمل عمليات السمنة المفرطة من تكمين معدى من تحويل مصار بأنواعه المختلفة كوسيلة آمنة يعني فعالة في إنقاص الوزن وتكون آمنة لإنقاص الوزن سواء في السن الصغير أو سواء في السن الكبير الظروف المحيطة بالشباب بالذات ظروف مختلفة شوية من ضمنها مثلا إن البنت مقبلة على الجواز إن البنت هتخلف ولا مش هتخلف وواء الأخيري وفي ناس عندها اعتقاد لأ ما البنت لسه ما تجوزتش فمنعملهاش أي عمليات ده البنت اللي عم تعمله عمليات مش هتعرف تخلف ناس حفظت كلام ده الجانب الآخر تأثر الشباب في القدرة الجنسية كمان بالسمنة المفرطة اللي بيعانوا منها طبعا سوان ده في منتهى الأهمية استمره هو موقف قاعد وأم أو أب قاعد وبنته معاه أو ابنه معاه هو إيه يعني احنا بنعمل حاجة صحة ولا غلط بالنسبة لحياة الإنجابية أو خلينا نتكلم احنا يعني في مصر يعني لازم نفكر بطبيعتنا العدية احنا دلوقتي السمنة المفرطة تؤدي إلى تأخر الإنجاب ده طب مش كلام عادي خالص احنا دلوقتي السن الصغير المقبل على الزواج لو فيه ميت سيدة أو ميت بنت عندهم تكاوس مبيض 80% منهم عنده سمنة مفرطة المسببة لتكاوس المبيض تكاوس المبيض واضطراب الهرمونات بيعطل أصلا الإنجاب والحل في إيه ادي بقى علاجات في واحد عنده سمنة مفرطة أو بنت عندها سمنة مفرطة عندها صوبة في الإنجاب عندها تكاوس مبيض أو لخبطة في الدورة يدي لعلاج واثنين وثلاثة وقعد معها سنة وثلاثة لا يوجد علاج غير إنقاص الوزن لا يوجد علاج غير إنقاص الوزن ويمكن أكيد أطباء النساء أو استشاري النساء بيقول لها أول حاجة انزلي في الوزن ويمكن بيدوا حاجات دلوقتي أصلا من البداية عشان إنقاص الوزن عشان تبتلي إنها تتحسن الضورة الهرمونات يبقى إذن رقم واحد السمنة المفرطة تؤدي إلى تأخر الإنجاب وعدم القدرة على الإنجاب والضعف الجنسي عموما عند الرجال لأنه كان دايما كل كيلو زيادة في الوزن يؤثر بالسلب على الصحة الإنجابية والقدرة يعني هي القدرة الجنسية أو القدرة على الإنجاب بالنسبة للرجال لأنهرمونات الدهون بتحول الهرمونات الزكورة يعني إلى هرمونات أنسوية يعني بالبلد كده إن الدهون بتؤثر بالسلب سواء بالنسبة للبنات أو الولاد ذكر أو بنت يعني بتحول طبعا قدرتهم على الإنجاب بالسلب إلى صورة مرضية طيب إحنا إيه الحل اللي إحنا بنعمله هو إنقاص وزن فبيضاعف القدرة على الإنجاب بيحسن الدورة الهرمونية ويعيد الاتزان الهرموني مرة أخرى للبنات يعني البنت اللي عندها سمنها مفرطة أنا يعني تقريبا 90% منهم دورة مملخبطة عندها جزء من تكاوس المبيض عموما يعني فده واضح جدا بعد إنقاص الوزن بترجع لأمور طبعايتها جدا ويمكن أنا يعني مثال يمكن في سنة أكبر شوية كان جايلي زوج وزوجة يعني من السودان من حوالي خمس ست سنين وكانوا قاعدوا أعملوا IVF يمكن كذا مرة يعني والزوجة يعني أنا فاكر أرقامهم ما بين 170 و180 كيلو هما الاتنين كان أعمل بعد والله إذا حصل كان جولي في عياد حتى المرد ستاعد معادي هل فيك هم بيعدوا بعض ده معلال أن السنة مرد معضي لا هو يمكن ما كانوا شخصين بالهم أو يمكن هو صدفة وعادة يمكن حصل طلاقي يعني ده نصيب بأنهم اتجاوزوا بعض يعني المهم أنه هو قاعدوا يعملوا IVF كذا مرة وما كانش في قدرة الإنجاب سنتين اتنين راجعين مخلفين وزن نازل وبدون أي IVF وبدون أي علاج فراموني وبدون أي حاج خالص لأن إنقاص الوزن هو علاج يعني هو السن اللي هو الوزن الكبير عنده صعوبة كبيرة جدا في الإنجاب فبطمن كل أم وكل أب عنده ولد صغير أو شاب صغير أو بنت صغيرة إنه إحنا ما كانكوه بنفكر بالطرق العالمية المظبوطة تبع الجايد لعينز الطبي العالمي كله بيتطبق بصورة مظبوطة إحنا بدلكوا في ده هنتم لو كانتم ليكوا التفكير الطبي إحنا هنكون بدلكوا في ده وده اختيار مظبوط لإنقاص الوزن سواء تكميم معدى أو تحويل مصار وإمكان إحنا بنفضل زي ما قلنا في الصغيرين بنعمل تكميم المعدة بالمنزار وهي عملية أصلا بسيطة يعني فتحات صغيرة يعني بتقعد إقامة في المستشفى 12 ساعة العملية أصلا لا تستغرق أكتر من نصف ساعة في معظم الناس بديرجع لحياة الطبيعية خلال يومين فهي تعتبر حاجة بسيطة جدا 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 ويمكن ما هي إلا تصغير لحجم المعدة لا تؤثر على امتصاص لا تؤثر على النمو لا تؤثر على أي حاجة خالص تتعلق بالنمو الهرموني بل بالعكس هي بتعيد الاتزان الهرموني مرة أخرى إلى البنت اللي هي المقبلة على الزواج في نقطة تانية عايز أقولها إن البنت دي نقطة مش طبية بس هو البنات الصغيرين أو الشباب الصغير يعني السمن المفرطة تعتبر هزيمة اجتماعية لها هي لا لا ما عنداش قدرة لمواجهة المجتمع بل إنه البنات في بنت يعني كان برضو من الهيستر كده أعرض سنتين اتنين وتروحش دراسها أصلا هي خلاص سنوال عامة بتاعتها ودخلها كلية ما راحتش الكلية أعرض سنتين في البيت ماش عايزة تنزل لدراسها أولا هي ما عنداش قدرة ما عنداش ثقة في نفسها وتم إجراء عملية التكميل المعدة لها ورجعت لحياتها الطبعية بترجع لحياتها الطبعية بعد كده بترجع بقى تتصور وتخرج وتلعب رياضة وتلبس وتصور وتملى كل الحاجات أنا عادة معظم يعني الشباب الصغير عندهم متعلقين بيا شوية فبيبعتولي أخبارهم ويمكن هورحك شوية حاجات جميلة كده بعد التصوير شباب تغير صورته تماما من واحد مهزوم اجتماعيا السمنة حبسة جواها من عدم قدرة على الموارسة رياضة عدم ثقة بالنفس عدم يعني مش عارف يلعب رياضة ازاي على وزن 100 كيلو صعب فيه مخاطر على فكرة مخاطر على القلب والمفاصل ممكن يحصله لك قدر لا الله أطعب في الروباط الصليبي لما بدأ يمارس رياضة بيحصل 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 يعني هو بيحمل على ركبته وزن غير طبيعي قوي بيحصل أوفر قوي بيحصل بيحصل ده بعد ما يخلص بينزل وزنه بيرجع حيات طبيعي احنا عايزينه يرجع حياته للوضع الطبيعي المصبوط بس كده على فكرة ده شيء نقفه ده مكتير انه الوزنهم زيادة قوي ساعات ما عندهم حماس وخصوصا ما هم شباب يروح يمارس رياضة يروح جيم أو يروح مكان يمارس رياضة بدون إشراف طبي بيعرض ركبته وبيعرض قلبه وبيعرض ضغطه إلى زي ما بيقوله صلمة انت وزنك زيادة قوي المفروض الاول نقلل شوية الوزن قبل ما نمارس الرياضة ما ينفعش اروح زي ما بيقوله اروح حارب وانا حطت على كتافي يعني دهون وكوارس كتيرة قوي فبدخل الحرب وانا مكبل لحرب الرياضة يعني مكبل بأشياء في المنطقة الخطورة فبيبتمن ايه اعطى عربات صليب وضروف ركبة مشكلة ديك تانية بقى ممكن تخليه يوازه يزيد برضه انت حالك بتطلب منه المستحيل يعني الاسرة بتقوله يابني بطل اكل وابطل اكل ازاي ما هو اصلا الجسم عنده شراها للأكل هو الجسم كده هرمونيا مؤهل واحد وزنه 120-130 كيلو انت متوقع منه ايه هو مش بسببه هو هو ده جزء هرموني بحت النمر التانية العب رياضة وانت في وزنك انزل يا ابني تتحرك وانت العب رياضة العب رياضة ازاي ما هو بيروح ينهج من عشر دهائق ما يقدرش يطلع سلم حتى انت بتطلب منه الحاجة المستحيلة فعشان كده هي عمليات انقاص الوزن حل ناجز لرجوع الحياة الطبيعية لوضعها الطبيعي كما يجب بالنسبة للسن وبالنسبة للحالة الصحية المصاحبة للسن المفردة السؤال اللي بيفرض نفسه بقى هنختار تكميم ولا تحويل المصار وخصوصاً تحويل المصار معروف انها عملية وانحنا اتفقنا قلتلنا انه لابد ده من اخذ في تمنات مدى الحياة بالنسبة للتحويل المصار هل المريض الصغير في السن عنده قابلية لكده؟ اه بيحصل يعني انبارح كنت في اسكندرية في السنتر بتاعنا في اسكندرية وكان عندي انا يعني دايما ببقى ميال للتكميم في السن الصغير لكن انا لقيت واحد سن واحد وعشرين سنة وزنه مية وتمانين كيلو وهو يعني ما عندوش اي عزيمة خالص يعني التوقف عن الاكل وعنده شراها فعلاً غير عادية غير معتادة فطبعاً انا حبيت ان انا عمل له تحويل المصار اكتر من التكميم الشرط التاني اللي انا بعمل فيه كده يعني غير الاوزان الضخمة قوي ان واحد وعشرين سنة مية وتمانين كيلو يعني انت عايز عملية فعالة بزيادة ان لقيت دعم اسري معاها كويس جداً يعني ابوه فعلاً ومامته قاعدين مركزين قوي وقالول احنا هنساعده في انه هنتظم على اذا كان فيه فيتامينز ما بعد العملية قالول لا لازم نديله فيتامينات احنا هنشرف عليه بدا اذا توفرت الدعم الاسري والوزن معدي بزيادة يعمل تحويل المصار ليه لا لكن اذا لم يكن هناك تحويل المصاري عملية بسيطة يعني ممكن احنا شايفين في الانيميشن تصغير لحجم المعدة مع استبعاد جزء بسيط من الامعاء اللي هو بيستبعد سبعين في المية تقريباً من السكرية والدهون الحاجة التانية اللي عمل فيها تحويل المصاري اذا كان الطفل عنده سكر ما قال ليه لا ان احنا نعمل تحويل المصاري هي اقوى من التكميم على اللونج تارم بالنسبة لي للسكر في معادة ذلك هي انا دايماً بحب تكميم المعدة بتكون في الاوزان اللي هي صغيرة شوية السن الصغير لن تؤثر على الامتصاص لن تؤثر على النمو لن تؤثر على فاذا هي عملية خفيفة التكميم والتحويل يعني سواء عملية تكميم او تحويل هو وقت قصير يعني نفس الوقت في العمليات مش هتفرق خالص تقنياً احنا بس هتفرق معنا لكن مع الشاب الصغير اللي بعمل عملية هي مش هتفرق مع اخر حاجة خالص لا في المتابعة لو قعدنا نقارن ما بين التكميم والتحويل هي لن يكون هناك فارق ما بين التكميم والتحويل في المتابعات إلا فقط في الكسافة شوية في أغض الفيتامينز إذا توفر الدعم الأسري والدعم الأسري أنا شايف يعني السن الصغير طبعا محتاج دعم شوية لأنه هم عندهم وقت هادر كثير وخصوصا في السن بقى الأقل من 20 سنة وقت في نادي وقت في دراسة وقت في جامعة فهو متساب لنفسه فترة كبيرة جدا محتاج شوية نصوايح يعني أعتبر العملية دي أنت مش عاملها للطفل أو السن الصغير أنت عاملها للأسرة كمان بحيث أنه هم يساعدوا السن الصغير أنه هو يستمر على إنقاص الوزن أو يستمر فيه أنه هو يتابع يعني الكاتلوج بتاع العملية ما بعد ذلك بعد العملية هل المريض بيطيع؟ هل بتقلي الشباب عندهم نسبة طاعة كويس؟ جميل جدا جميل جدا هم بتبسطوا من نفسهم اجتماعيا وعشان كده هم بحفظة لنفسهم بقى عندهم هاجس كبير جدا أنه هم يلقبطوا في حاجة وتلاقيهم مبسطين وبتصوروا وهم حرسين جدا وعشان وحاجة تانية أن أعضلتهم كويسة حركتهم كويسة لسه عندهم نشاط لسه عندهم عزيمة أكتر من ناس تانية يكون عندهم مفاصل فيها أستو أرثوريتس أو يكون عندهم مشاكل صحية تمنعهم من الحركة هم دول أكتر ناس في جراحة السمنة بيستفيدوا من إنقاص الوازن بصورة فعالة أنا بيجبني جدا الشباب اللي فاهم عنده ثقافة أنا عادت مع شاب ابن واحد صديقي جدا عنه 18 سنة كان عنده سمنة مفرطة وبدأ الضغط هو يعلى فهو نفسه فاهم يعني هو نفسه قاعد معايا فقال لينا عارف أنا جراحة سمنة أنا عارف هم بيقروا كتير فاهم يعني حتى والد والدته في الأول تخضوا من الجملة وبتاعه قلتولهم هو فاهم عنكو الجيل القديم يمكن عنده برضو لسه عدم لا ده دول فاهمين يعني إيه الجراحة فاهمين بيعمل إيه وبعدين عجبني جدا إنه بعد ما أجرى الجراحة قعدت معاه مرة وهو بيأكل لقيته فاهم أكله زي بعد الجراحة هو نفسه لك وقال جملة جميلة قالك أنا بأشبه خلاص هو إنسان طبيعي جدا على الفكرة هو مسألة الأكل على الفكرة عايز أقول لكل الناس إن الأكل ما بعد عملت تكميم هو أكل صحي تماما أكل عادي يعني أكل البيت الطبيعي إحنا ما فيش لميتيشنز إحنا مش نص بيته صباحا ومساءا وما فيش فهنا بتاكل أكل عادي خالص بس اللي هو دون إسراف التعلمات البسيطة يعني دون إسراف في السكريات وشوكولاتات والأيس كريم لأن العملية دي ما بتأثرش على انتصاص زي ما اتفقنا فإذن هناك يعني تحفظ بسيط يعني خليك في المعادل يعني الطبيعي العادي أنت مش عاشها عامل عملية في تقوم يعني كل أكلك يكون هو سكريات فقط وما تقولش أكل طبيعي اللي البيت الأكل اللي موجود في البيت كله عادي الطبيعي العادي خالص بس كمية بالكميات اللي تستوعبها المعدة وهي المعدة أصلا زيارة الشبع وتقليل الجوع بعد التخلص من نسبة كبيرة من هرمون الجوع بيخلي الإنسان إنسان طبيعي جدا 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 بيجبع وتوميتد يعني هو بيجبع وبيبقى مبسوط جدا بوجباته الأكل طبعا ما فيهوش جوع خالص فيه شبع بكميات يعني على فترة أكبر شوية هو ببقى مستكفي مبسوط جدا جدا وما يعودش في البيت فترة كبيرة هو فترة يوم أو يومين ما بعد إجراء العملية انزل شغلك العادي يعني مش تازم تقعد بقى في البيت وزياراته لا ده فتحات صغيرة فالصة إقامة 12 ساعة ما فيش عملية صعبة اسمها أنت بتخرج فيها في 12 ساعة من المستشف فينزل لحياته الطبيعية ما يعرفش حد حتى إنه ما عمل عملياتك مش لازم تحدث يعني تغير في المجتمع اعمل عملياتك وخل الناس تسأل إنت ليه خسيت وهو ده السؤال خل الناس تعجب بيه خلالها ستنبهر بش فكلك جديد لأول مرة ملامحك هتبان بيبان جدا الفرق بين السمنة هذا الشكل اللي بيفرضه عليك العفاريت اللي اسموهم الأكل فاست فود وبين الشكل بتاع خلط ربنا الطبيعي اللي بعد ما السمنة بعد بتروح وترجع لشكلك اللي انت عمرك ما شفته قبل جديد أول مرة هتشوف شكلك الطبيعي بعد ما ترجع لهوزنك الطبيعي هتشوف شكل غير تماما قبل جديد لش كده فيه ناس ما بتعرفهمش لكن كلام العيان ممتع للغاية وأكيد هيكمل لنا متعة للحوار الأكثر من الممتع اللي مع ضيف العزيز الأساس دكتور كريم صبري نحن نسمع قصصه بس مع مرضى تعالوا نسمع مع بعض صورة من صور دراحات السمنة في المراهقين وزنة 154 دا كنتم الأمود اللي عندي السمنة وما كنتش بلاقي ما ساتي عديني راحت له قال لي عمل لك التحويل المسار أنا وزنة 154 وعملت عمل لتحويل المسار وخاتت 50 كنت باعانم السمنة كنتش بلا رادة لمشي ولا رادة لتنفس بعد ما عملت العملية بيت أحسن من الأول وبدأ قدرت نفس واشتغل كنت مطلب كتير وكنت بدخن بعد العملية بقيت أطلق المية على يلة وبخيس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا